موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شك أن منهج الإمام علي عليه السلام هو منار هداية لمن يود الاستقامة والمسير في طريق العدل والمساوات فسيرة الإمام عليه السلام زاخرة بالمواقف الإنسانية والنابعة من إيمان مطلق بأن الحياة لا تستقيم إلا بالعدل والإنصاف بين الناس وأن الظلم والبغي هو مفتاح لكل شر فكان دائم السعي لإشاعة العدل والمساوات والإثار ونبذ الأنانية وحب ذات وتعميم ثقافة التعاون بين فئات المجتمع كافة ولعل أهم ما نستخلصه من حكم الإمام علي عليه السلام هو محاربة الفقر والبطالة والعمل على الأخذ بيد الفقير ومساندته لإنقاذه من الظل والهوان إن نهج علي عليه السلام في العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع هو حقا نموذج إنساني قانوني يصح أن يكون نموذجا للقياس والعمل حيث اشتهرت دولته أبان فترة خلافته للعالم الإسلامي انطلاقا من مدينة الكوفة بإعطاء كل ذي حق حقه والانتصار للمظلوم من الظالم والتقليل من الطبقية الاجتماعية وكل ما يصب في إصلاح الأمة وصلاحها فأهلا بكم أيها الأحبة الكرام بحلقة جديدة لبرنامج إنما المواساة عمل وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وعسى أن نوفق دوما للسير على نهجه أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الأحبة الكرام ونتواصل وإياكم في هذه الحلقة لبرنامج إنما المواساة عمل في هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام سنتحدث عن واحدة من المؤسسات الإنسانية المهمة وهي مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية سنتحدث بتفاصيل شاملة حول طبيعة الخدمات التي تعمل على تقديمها هذه المؤسسة لكافة شرائح المجتمع ولمختلف محافظات العراق كونوا معنا نتعرف على هذه التفاصيل وأيضا نبين طبيعة المواساة من خلال العمل الصالح وإغاثة الفقراء والمحتاجين بهذه الحلقة إن شاء الله مع ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ سيف الدين محمد مدير العلاقات العامة لمؤسسة العين للرعاية الاجتماعية تحية طيبة لكم أستاذ محمد وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة ذكرى أستشهاد سيدي ومولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أهلا وسهلا ورحمة الله ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أستاذ مرتضاء أظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولاي أمير المؤمنين سلام الله عليم وكذلك أيضا شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة الله يحفظكم أستاذ سيف حقيقة واحدة من أهم التفاصيل التي نود أن نتحدث بها في هذه الحلقة هو نموذج حي على أرض الواقع يعمل على تقديم الخدمة ويمارس العمل الصالح لخدمة المجتمع فهو أن نتعرف على مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية وأهمية هذه المؤسسة في تغطية احتياجات عدد كبير من فئات المجتمع فنتمنى أن نوفق في ذلك ونتعرف على هذه الخدمات المميزة وحتما لكم داوم التوفيق في تقديم هذه الخدمة ولكن قبل ذلك اسمح لي أن نشاهد وإياك التقرير الخاص الذي أعد حول المؤسسة وطبيعة الخدمات التي تقدم فيها وبعدها نواصل وإياكم على حديث إن شاء الله مؤسسة إنسانية مستقلة انطلقت منذ عام 2006 في عملها لخدمة الأيتام المتعففين من خلال تأمين احتياجاتهم الحياتية المختلفة حيث تحظى بمباركة المرجعية الدينية العليا إنها مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية والتي ازداد نشاطها عام 2014 بعد هجوم تنظيم داعش الإرهابي على بعض الأراضي العراقية أذباشرت المؤسسة برعاية واحتضان أيتام الشهداء الذين لبوا ندائفة والدفاع الكفائي لحفظ أراضي المقدسات أما حين اجتاح فيروس كورونا العالم عام 2020 وفرض حظر التجوال الوقائي في العراق وبعد الحث على التكافل الاجتماعي تصدت المؤسسة لأغاثة المتضررين من هذا الحظر ولم يتوقف دعمها عند ذلك الحد إذ عندما بدأت المؤسسات الصحية تعاني من نقص المعدات اللازمة لرعاية المصابين بالوباء جهزت المؤسسة المستشفيات بالمعدات والأجهزة اللازمة لحفظ حياة المصابين أما بخصوص الدعم المادي يحصل كل يتيما محتضنا على مبلغ ماليا على نحو مستمرا بموعد ثابت شهريا ويكون أعلى من خط الفقر الدولي المحدد بدولارا وتسعين سنة للفرد الواحد يوميا كما يحصل اليتيم كذلك على منح عند حاجته أو في بعض المناسبات وهدايا من كفيله ويكون ذلك كله وفق آلية تحفظ كرامة الأيتام وعوائلهم وتراع الضابط الشرعية والمالية والإدارية فضلا عن الدعم بالمواد العينية والرعاية الصحية والتأهيل والإرشاد والتدريب المهني والدعم التعليمي والإسكاني والدعم القانوني والتنمية وإغاثة ورعاية النازحين ورعاية الجرحة إذن نبقى وإياك أستاذ سيف ونواصل هذه الحلقة وبعد أن شاهدنا هذا التقرير المختصر طبعا عن بعض الأعمال وبعض المشاريع التي تعمل عليها مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية نود أن نتعرف من خلالكم بشكل مباشر على تفاصيل أكثر دقة وأكثر أمر في هذه الحلقة ولنبدأ من كفالة الأيتام ربما قد يكون هو الجزء الأبرز في هذه الحلقة ونحن أيضا في هذه المناسبة بمناسبة استشهاد أمير الموني عليه السلام وحرصه شديد على دعم هذه الفئة لا بس أن نتحدث عن هذا المشروع عن هذا البرنامج ضمن هذه المؤسسة عن تفاصيله أحسنتم سامر تظهر طبعا اللفت بداية طبعا اللفت نظرنا هو اسم البرنامج إنما المواسات عمل فهذا خط وهو امتداد لأمير المونيين سلام الله عليه يعني المرجعية العليا من نجف الأشرف المتمثلة بسماحة آية الله سيد سستاني هو امتداد لمولاي رسول الله وكذلك لأمير المونيين فمن انطلاقا من وصية أمير المونيين سلام الله عليه لولده الحسن عليه السلام الله الله في الأيتام فلا تغبوا أفواهم ولا يضيعوا بحضرتكم من خلال هذه الوصية ومن هذا المبدأ ومن هذا المنطلق عمل سماحة المرجع الأعلى سيد سستاني على توجيه توجيه بإنشاء مؤسسة ترعى اليتامة في عام 2005 بدل عمل كان عمل فقط توثيق لمظلومية الشهداء كثرت الضحايا كثرت العمليات الأرهابية كثرت القتل العشوائي بعد العنف الطائف الذي حدث بالبلاد سماحة المرجع اتجه لهذا الملف شاف بأنه ملف مهم جدا مسألة وقضية اليتامة وكذلك الملف التوثيق اللي اتحدثنا بأنه هو أول ملف اشتغلت أو عملت عليه المؤسسة هو توثيق فسماحة المرجع ادف النظرة أكيد بعيدة جدا لأهمية مسألة التوثيق وتوثيق مظلومية الشهداء لنقل هذه الحقائق إلى الأجيال المستقبلية إلى الأجيال القادمة الأجيال القادمة عندما تقرأ التاريخ العراق راح يشاهدون شونه صار بأبناء العراق شونه صار بأتباع أهل البيت سلام الله عليهم من قتل من عنف نحن الحاليا نعيش بالأحداث ونقرأ التاريخ أغلب التاريخ أو البعض من عنده خوف محرف يجينا مسألة التاريخ لذلك سماحة المرجع شاف أكفد أهمية لملف التوثيق والحمد لله بدأت مؤسسة العين عملت على جانب التوثيق وحاليا أكثر من 28 ألف عائلة موثقة كل هؤلاء العوائل مستمسكات العوائل كيفية استشهاد الأب وكيفية قتل الأب والأوراق الأدلة الثبوتية كل هذه ملفات محتفظة به المؤسسة طبعا ورقيا وفيديويا إضافة إلى ذلك بأنه نسخة من هذه الوثاق هي موجودة في مكان آخر يعني نسختين موجودة في الحفظ عفوا بعدها بدأت المؤسسة بعد أن نقلت هذا الواقع للعوائل وحقيقة المعاناة التي تعانيها العائلة نقلت إلى سماحة المرجع أيضا جاء توجيه آخر بكفالة الأيتام تكون كفالة ثابتة برواتب شهرية لأيتامة أيضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وكافر اليتيم كهتين فأيضا من هذا المنطلق منطلق توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله بكفالة الأيتام بهمية كفالة الأيتام بدت مؤسسة العائلة تعمل على جانب الكفالة فصار أدنى مبدأ الكفالة الخاصة بمبالغ معينة 95 ألف دينار إضافة إلى هذا المتوفي وفاة طبيعية و120 ألف دينار لذوي الإحتياجات الخاصة إضافة إلى المتفوقين دراسيا 145 ألف دينار فهذا الحقيقة هو هذا العمل العمل الذي هو مواساة لأمير المؤمنين سلام الله عليك أنه أنا أحيي وصية أمير المؤمنين هذا هو اللي اليوم نبحث عنه في هذه الحلقة في هذا البرنامج نريد أن نبين أنه طبيعة النماذج العملية الموجودة على أرض الواقع والتي بالإمكان أيضا المشاهد الكريم المتلقي أن يعمل على هذه التفاصيل بطريقة مشابهة نعم تختلف المستويات إذا كانت على البعد الفردي أو على البعد المؤسساتي ولكن بالإمكان على كل فرد أن يعمل ويساهم بتقديم خدمة كهذه سوف نعود إلى جزئية الآليات اليوم نحن التوزيع اللي ربما ممكن لكن هناك آليات أوجدتها المؤسسة ونظام معين عملت عليه وهو اللي ربما أحد أسباب المحافظة على هذا العمل والاستمرار به أنه من خلال عليكم بتقوى الله ونظم أمركم فعملية التنظيم التي عملت عليها المؤسسة في رسم هذه السياسات مهمة كيف عملتم على هذه النقطة وحاولتم أن تدمجوا أو تربطوا بعض البرامج ببعضها الآخر في سبيل أن تتكامل النتائج التي تصفي مصلحة اليتيم طبعا أكيد استعد مرتضى مؤسسة العين من وسطة إلى هذه المرحلة أكيد هناك ضوابط وثوابط حافظت عليها وعملت عليها للحفاظ على هذا الضوابط وثوابط المؤسسة اهتمت بأدق التفاصيل الخاصة الحفاظ على خصوصية العوائل الحفاظ على كرامة اليتامة هذا من النقاط الضرورية جدا منه اليوم الحقيقة من عملة المؤسسة ووضع الخطط ووضع الأسس الخاصة الهدف منها بأنه أنا يكون أوصل هذا الطفل اليتيم الفاقد الأب ولو أقدر أسجزء من حنان الأب من رعاية الأب لهذا الطفل فكون نوصل إلى أعلى المستويات كون أنا أوصل إلى مراحل التي توصلها أن تساعده بالحياة أن تخليه بأنه قادر على العمل وعلى إعانة عائلته مو الغاية من عدب أنه أنا مجرد أن أعطي مبلغ وما بها فت جدوى هذا المبلغ صح تحت المتابعة فكون أكو متابعة لذلك المؤسسة عملت على وضع هذه الضوابط وهذه الثوابط بأنه اليوم نأخذ فد مثال بعمل المؤسسة مسألة أنه كيفية تسجيل العوائل شون تنشمل العائلة مثلا بالمؤسسة شون ضوابط المؤسسة خلو الضوابط موجودة مثلا أحنا تعرفون المؤسسة سماحة المرجع الأعلى عندما أعطى المأذونية للمؤسسة بعدة نقاط أعطى المأذونية من ضمنها أكو مبالغ حقوق شرعية أكو مبالغ الزكاة أكو الصدقات المبتولة أكو الصدقات الجارية فهذه كون أنا أبوّبها للفئات كون تروح لمستحقيها حقيقة لأنه هذه مبالغ ذمة شرعية من تدخل المؤسسة كون أنا أوصلها لمستحقيها شنون رح أقدر أوصلها كون أبحث بحث جيد على المستحق وهذه النقطة الأساسية بعمل المؤسسة بأنه متابعات ميدانيات من الكوادر النسائية حصرا التي بإمكانها الدخول للعوائل أحسنتم الحفاظ على خصوصية العائلة فكوادرنا النسائية تعمل بجولات ميدانية الدخول على العوائل والبحث عن العائلة وتوجد استمارة بالمؤسسة بقسم الرعاية الاجتماعية قسم خاص بتسجيل العوائل بعد أن تسجل هذه المعلومات باستمارة خاصة تنتقل إلى قسم آخر اللي هي المتابعة والتقييم قسم المتابعة والتقييم أيضا من شأنه يأخذ متابعة العائلة تقييم العائلة لأنه بعض الأحيان مثلا تعرفون أكو بعض العوائل مثلا تستلم من جهات أخرى من جهات رسمية أخرى خب إحنا اليوم هذه الأموال ذكرنا بأنه كنت روح لمستحقية في سير أكو تقاطع معلومات مع الجهات المماثلة لعمل المؤسسة وهكذا العمل الجاري هذه نحن نأخذ طبعا فد نقطة من النقاط المتابعة والتقييم على العوائل ستا سيف ذكرت قبل قليل 28 ألف عائلة موثقة هل هم ذاتهم اللي تعمل المؤسسة على كفالة الأيتام لهذه العوائل يعني هنالك أحصائية خاصة بالأيتام المشمولين في الكفالة على سبيل المثال طبعا هذه بالنسبة للعوائل الموثقة من بداية عمل المؤسسة نحن نحن كتوثيق بعض العوائل توقفوا لأنه صار أكو رواتب أخرى عدهم صار أكفاد اكتفاء عدهم يصير عدهم مثلا فتتوقف تنشمل عائلة أحوج بهذا الرواتب أما بالنسبة لإحصائية الأيتام منذ تأسيس المؤسسة 2006 التأسيس الرسبي أنا أقصد إلى الآن ما يقارب أكثر من 180 ألف يتيم محتضم بالمؤسسة حانيا بالوقت الحالي اليتامة المسجلين هم 98135 يتيم هذا الفارق من المئة وثمانين والثمانين وتسعين ألف هذا هو صار أكو اكتفاء يعني كأن يكون مثلا يتعين اليتيم مثلا بعد أتخرج من 2006 إلى هذا اليوم أطباء صاروا عدنا أحنا هم ابناء مؤسسة كانوا مشمونين بالمؤسسة صاروا أطباء فيصير فالاكتفاء مثلا أو يصير عندهم من جهات أخرى رواتب فنحن نشمل العالم هذه النقطة المضيئة أنه اليوم حتى ننخلي الآخر هو عنصر كسول انتكالي أنه في فترة معينة يحتاج إلى الدعم ندعمه وفي فترة أخرى يكون الدعم شامل لجهات أو لعوائل أخرى وهذه هي نقطة النجاح المهمة أستاذ سيف طيب أيضا موضوع الكفالة بحد ذاته هو خط لكنه ليس كل ما تعمل عليه المؤسسة هناك الكثير من البرانب طبعا هذا الجزء الخط الكفالة هو جزء من خدمات المؤسسة من 14 خدمة تقدمها المؤسسة لليتامة فالجزء الأول هو الكفالة الجزء الأول والرئيسي هو كفالة الأيتام الذي أحببنا أن نبدأ به ولكن لا بأس بأن نستعرض أيضا خلالكم الخدمات الأخرى التي ذكرتموها التي هي أعتقد 14 خدمة مثل ما ذكرت لا بأس بأن نستعرض هذه الخدمات على عجالة طبيعة هذه الخدمات التي تصبح أيضا في خدمة العائلة الكريمة طبعا المؤسسة تعمل على جانب تقديم الخدمات لليتامة وللعوائل أيضا من ضمن هذه الخدمات الخدمات هي ذكرنا أحنا جانب الكفالة الخاصة الجانب أدنا الجانب الصحي والجانب النفسي والجانب التربوي وجانب توفير المساكن للعوائل كذلك جانب توفير السلة الغذائية الشهرية وتوفير الكسوة هذه كلها خدمات تقدم لليتامة إضافة إلى جانب الجانب القانوني بعض اليتامة يحتاجون الجانب القانوني تسجيل الأيتام حجة الوصايا وشهادة الوفاة وغيرها من هذه الأمور والإثباتات القانونية بعض العوائل يفتقرون إلى هذه في المؤسسة تسعى على عمل هذه الأدلة القانونية إضافة إلى ذلك نأخذ جزء الآخر جزء الصدقة الجارية الصدقة الجارية فجزء جدا كبير بالمؤسسة الصدقة الجارية تفرع إلى أكثر من جزء الجزء الأول هو المشاريع الخدمية طبعا المشاريع الخدمية أيضا تقسم إلى قسمين منها المجمعات السكنية ما يقارب 12 مجمع سكني تم إنشاءها وأكثر من 650 واحدة سكنية تم إنشاءها وتسليمها إلى العوائل المحتضنة طبعا هذه المجمعات السكنية منتشرة بكربلاء أيضا ببلد بقضاء السيد محمد موجود بالنجف الأشراب ببغداد مجمع سكني ببابل إن شاء الله قريبا بالسماء ومجمع الإمام الحسين عليه السلام هذه المجمعات على طراز البناء الأفقي طبعا ما عندنا بناء عمودي هذا أيضا درسة المؤسسة للحفاظ على خصوصية العائلة تعرفون إحنا بالعراق نشجع على البناء الأفقي يمو العمودي ووحدات سكنية توزع للعوائل إضافة إلى الجانب الخدمي الآخر اللي هو جانب المشاريع الخدمية مثل ما موجود بالمحافظات العراقية مباني الأنجم الزاهرة هذا جزء من الجانب الخدمي مباني الأنجم الزاهرة تحتوي على ثلاث مراكز المركز الأول هو المركز الصحي والمركز الثاني هو مركز التأهيل والإرشاد النفسي ومركز التدريب المهني نأخذ جزء الأول جزء المركز الصحي عفوا المركز الصحي هو يقدم الخدمات الصحية كافة لعوائل اليتامة يعني داخل المركز الصحي كضمان صحي كأنما مثل الضمان الصحي أحسن هذا يصير هنا العوائل تراجع للعيادات والأطباء الموجودين داخل المركز الصحي ويتلقون العلاج بعض الحالات تحتاج إلى عمليات مثلا فقط المشمولين برعاية المؤسسة فقط المشمولين برعاية المؤسسة إضافة طبعا إلى الوصي يعني أيضا مشمول بجانب الصحي يحتاج مثلا العملية خارج العراق أو داخل العراق حسب الحالة ترحيلها من قبل الطبيب من قبل الطبيب أحسنتم إضافة للعلم طبعا مباني الأنجم الزاهرة الأول من النوع هو بالعراق ببغداد عفوا بالكاظمية المقدسة إضافة إلى ذلك المؤسسة درست مشروع الأنجم الزاهرة أو مباني الأنجم الزاهرة فأطلقت حملة لإنشاء 15 مبنى الأنجم الزاهرة بالمحافظات العراقية وحاليا تقريبا سبع مباني تم افتتاحها بالكامل والله الحمد بالبصرة بالبصرة عندنا مباني بالقضاء المدينة وعندنا بالزبير أيضا عندنا بالسماء أيضا ببابل أيضا مبنى الأنجم الزاهرة بديالب قزاني أيضا موجود التواجز من بزيك اليومي دائم أحسنتم هذا التواجز يومي ودائم كذلك الخدمات مستمرة بالتقديم لعوائل اليتامة فهذا المركز الصحي يقدم خدماته بالكامل لليتامة بالمجان المركز الآخر هو مركز التعهيب للأرشاد النفسي جنابكم أستاذ مرتضى تعرفون الأحداث التي صارت بالعراق حقيقة مقليلة ولا هينا على الأطفال وعلى العوائل اليوم شاهدنا العنف الطائفي وكنا حاضرين هذه الأحداث حضرناها لألفين وستة تدخل العناصر العرهابية إلى دار شخص معين كذا معين فيقتلون الأب أمام الأطفال هذه مشكلة يكون لها أثر نفسي هذه أثر نفسي صدمة نفسية اليوم المؤسسة من درسة هذا الملف وهذا الجانب حقيقة بسبب تشخيصها لبعض الحالات في ألفين ودعش بدأنا بهذا العمل احنا اليوم أكثر من ثلاثة آلاف خمسفين حالة مسجلة عندنا حالة نفسية البعض منها استجاب للعلاج البعض منها تطور للعلاج وأيضا جار العمل على بحث البحث العفو على حالات أخرى طبعا اليوم هي عندنا أكفض ضعف بالثقافة النفسية حقيقة بالعراق هذا ما ينكر هذا الشيء المؤسسة تروح مثلا المتابعات الأخوات المتابعات يطلعون للعائلة يكونوا وضعية العائلة العائلة ما تعرف بأنه هذا جانب نفسي ولا تعرف بأنه هذا أكفض مرض نفسي هي مساحة صح مساحة الحديث في التواصل أحسنتم هنا منه سيتابع الباحثة الاجتماعية الموجودة من خلال سلوكيات الطفلة أو من خلال سلوكيات الأم هي تعاملها كيفية تعاملها مع الأطفال فتشخص الحالة النفسية وبعدها تبدي بالمعالجة فالجانب النفسي مهم جدا لذلك الحمد لله بدينا نشتغل على هذا الجانب ووفرنا الخدمات المركز الآخر هو مركز التدريب المهني سيد مرتضى هذا المركز أيضا من المراكز المهمة في مؤسسة نعي لرعاية الاجتماعية لأنه اليوم تعرفون جنابكم الكريم السن الشرعي لليوتيوب 15 سنة أما إذا كان مستمر بالدراسة بعد أن أخذنا موافقة سماحة المرجع الأعلى بأنه نستمر للـ 18 سنوية وبعض الحالات حسب رغبة الكفيل بأنه يستمر إلى نهاية الكلية يعني إلى أن يكمل دراسته فهذا الـ 15 سنة وهو شخص عند عزوف على الدراسة لا يوجد رغبة بالدراسة المؤسسة شون بعد خلالها أنا تركيا تحول إلى جانب العمل يتحول بمركز تدريب مهني طبعا عندنا ببغداد 28 ورشة موجودة البعض منها ورش علمية والبعض منها ورش صناعية يعني صيانة الحاسبات صيانة النقال الهواتف النقالة المطبعة السقوف الثانوية حسب احتياها سوق العمل أحسنتم الورش التي إله رواجب سوق العمل فعملت المؤسسة على توفير هذا الورش طبعا موجودة بالكاظمية وبباقي المحافظات التي أنشئنا بها مراكز للذكور والإناث أنفقت للذكور وورش خاصة للإناث فبدأوا يتخرجوا من هذا مركز التدريب المهني بعد أن يتخرج هذا المحتضن كان سابقا بإشراف المؤسسة يفتح لورشة ويبدأ يعمل هو يعين عائلته هو يصير الكافل لعائلته جميل ننتقل عفوا أستاذ أستاذ سيف في هذه الجزئية وذكرة الوحدات السكنية الوحدات السكنية تثبت بأسماء يعني تكون ملكية العوائل نفسها أم تكون يعني تابعة للمؤسسة طبعا هذا السؤال جدا مهم أستاذ مرتضي بأنه الوحدة السكنية لا تسجل باسم العائلة يعني تعرفون أن بعض العوائل ممكن بالمستقبل يسرع لهم مثلا تطلع لهم قطعة أرض أو مثلا يطلع لهم مثلا أنفد جزء من الميراث للعائلة مثلا فهنا لازم تجي عائلة أحوج بهذا السكن فالدار يصر إعارة إلى أن تنسد حاجة العائلة تجي عائلة أحوج أما إذا كان لابقة العائلة على وضعية فهو باقي بإشراف المؤسسة للعلم إسلام مرتضى بأنه هذه المباني هذه هنفد تبع الدخلتون شفية بالجانب القانوني وحتى طبعا المختصاصنا جانب قانوني للإشارة فقط كل المباني والمراكز الموجودة والمجمعات السكنية الموجودة بإسم المؤسسة حصرا لا بإسم شخص معين أيضا سماحت المرجع الأعلى ومكتب سماحت السيد مثل مريد يقول شاروا لهذا وشددوا على هذه النقطة وكذلك أيضا إدارة المؤسسة العليا المتمثلة بجناب المشرف العام الشيخ عمجد رياض كذلك السيد رئيس المؤسسة أحمد عبد الحسين السوداني شددوا على وجزئية مهمة جدا وهي تسجيل المباني والمجمعات بإسم المؤسسة حصرا وبإدارة المرجع الأعلى للشيعة الاثنية عشرية بالعراق للمستقبل للأيام المستقبلية بعد إن شاء الله أمر طوي لسماحة المرجع الأعلى اللي يدير هذه المراكز واللي يدير هذه المباني هو المرجع الأعلى للشيعة الاثنية عشرية بالعراق ولا بإسم شخص معين ولا بإسم المرجعية ولا باسم رئاسة المؤسسة أصلا جميل شكرا لهذا التوضيح المهم الساس سيف ونبقى نتواصل في الحديث حول هذه المؤسسة وطبيعة الأعمال المهمة التي تقدمها لكن اسمح لي أن أذهب أيضا إلى ضيفي الآخر عبر الشاشة سينضم معنا السيد فاضل الحسيني المسؤول ومدير مؤسسة الإمام السجاد الخيرية لتزويج الشباب ورعاية الأيتام في كربلاء المقدسة للحديث عن هذه المؤسسة المستقلة وما تقدمه من أعمال خيرية مهمة منذ عام 2003 وإلى اليوم يواصلون تقديم هذه الخدمات وهذه البرامج الرعاية الخاصة بالعوائل السلام عليكم سيدنا الكريم وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذه المناسبة الأليمة عليكم السلام ورحمة الله عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب الإمام علي بن أبي طالب أسد الله الغالب سيدنا ندخل مباشرة بالتعرف على مؤسسة الإمام السجاد لتزويج الشباب ورعاية الأيتام بدأتم منذ عام 2003 وهي بداية مبكرة كيف حرستم على توزيع وتقديم هذه الخدمات وطبيعة هذه الخدمات التي تقدمها لا بأسما تأطينا صورة عامة عن طبيعة هذه الخدمات المقدمة من خلال المؤسسة فتحنا المؤسسة الإمام السجاد لتزويج الشباب فالحمد لله رب العالمين شنو عملنا بالمؤسسة وشنو ننطي المؤسسة مستقلة لا تعب على أي جهة سياسية فقط تابعة للمرجعية الحمد لله رب العالمين فإما فتحنا فتحنا بيها مع من مال نجار ومال غرف نوم فسونا غرف نوم خمس بيبان كنتور خمس بيبان وكوم وديو مزيد فاليات وغرفة ثابتة يعني فغرفة حلوصاج درجة أولى أربع ملي والحمد لله رب العالمين المرجعية بلغتنا قبل شم سنتين ثلاثة قال سيد فاضل رجب وشحبان ورمضان زيد المواد الغذية وزيد الرواتب زيدنا الرواتب وزيدنا المواد الغذائية مضاعفة والحمد لله رب العالمين هذا فضل من الله ومن المرجعية مالك وارتباطنا الكل الوحيد الوحيد يا شيخ عبد المهدي كربلاي والسيد أحمد الصافي الله يطول عمره ويحظه الله يحفظه مثيناتهم مجام محمد وان محمد هذا الله نجحنا يعني ارتباطنا بالمرجعية نجحنا بهذا عمل سيدنا الكريم هو كما يعرف أنه ما كان لله ينمو والحمد لله إن شاء الله أعمالكم هي بسم الله سبحانه وتعالى مقدمة لوجه الله سيدنا حدثني أيضا هناك مبادرات كثيرة يعني قد تعملون عليها بشكل أو بآخر وهي يعني من أهم هذه المبادرات التي ذكرتها قبل قليل هي إغاثة العوائل التي تتعرض إلى الحوادث يعني الغير يعني الغير الغير مسبوقة مثل الحرائق وغيرها بل فكيف تحرصون على هذه الجزئية وإغاثة المحتاجين في هذا الجانب عمو إحنا بالنسبة للحرائق الدفاع المدني يوم ونجي للبيت يصير عندهم حريق يسطيهم كتاب فنعتمد على الكتاب ومع الدفاع المدني فننطيهم شنو عندهم محترق ثلاجة طباق مروحة بطانيات فراج نجهزهم كامل هاي بالنسبة للحريق يعني على الدفاع المدني كتاب الدفاع المدني أي عائلة أي عائلة يعني مو شرط عوائل أي عائلة كانت من كربل أو ضواحية كربل أو ضواحية هاي بالنسبة للدفاع المدني بالنسبة إحنا للعجزة نروح لهم بالسنة مرة ملابس داخليا نودي لهم للشيء للرجال وللنساء ملابس خاصة لهم دجداشة عباية شيالة ذني للنساء حذاء يأخذون يعني ينطيهم للرجال وللنساء هو الشغلات أني بالسنة مرة نمرهم لكن الشديد العوق يعني يما نروح هو أن نتألم يعني يعني صدقني نتألم كلي مرة أن نروح بالشهر نودي لهم ملابس داخلي شقون ملابسهم يعني يعني قسم ما قدر على كل الحمد لله رب العالمين ننطيهم ملابس تشرتات فانيلات ملابس داخلية ونودي لهم هم شوية حلويات يعني على مو تشينا يا أحد جايبين مثل مولادات الأمن ودي لهم شغلات أي ولادة أمن أنا ودي لهم في شغلات شكلية ما شكلية حلويات شذية شغلات الحمد لله رب العالمين يخبرون يقولوا فلان شي يا من وديهم يا باعدون فلان مثلا مساحيق مال غسيل أدزينهم شون يردون احنا عدنا وفي السنة مرة نوديهم أكل سنة مرة يعني نوديهم غذائلهم لكن تشوف بعينك ذب الأكل ذبا بلقع يقوم يأكل من الألقاء يعني تتألم يعني طيب سيدنا الكريم فيما يتعلق بسؤالنا الأخير بشمول العوائل الخاصة بالرعاية ضمن المؤسسة إلى الآن كم عائلة يعني مشمولة ضمن الخاذي الخدمات احنا لحد الآن عدنا 480 عائلة وعدنا 1200 يعني يتيم يعني بالمؤسسة وذولا كل من بعد تدري بعد احنا احنا الطالب الأول عصف إلى جائزة الثاني عصف يعني شجعهم يعني أكون تجي خاص أكون فلوس تجينا ذنب خاصات ما للطلاق والحمد لله رب العالمين أكون أباب مال الصرف أحمد الصاف يعني شجعهم يجيبونا المبلغ نجيب لهم وصل من النجف وصل من عدنا ثلاث من الفوق ننطهمين وجزائهم الله خير الجزاء و هذا فضل من الله يعني والله يعني أنا يعني أكفت شي يقول لك يما تريد تطي حاجة التتاكل ببيتك تطيم وتطي شوان حاجة تمن من هذا مال وجبة ما لا تطي فالشي درجة أولى مثل ما تأكل يعني أحسن الأم عليهم كان ينطن منه يعني أهم شي عده ينطي للناس يعني إحنا لازم نقذي بالأمة نقذي بالأمة نقذي بالأمة ننطقي ننطقي بكل الخيرين الدينين لن نطي ينطي أحسن هاي مثل تأكل مبشر هو أشغلات تأكل يعني أنا قاله لو أشتري من الكفير لو أشتري طليان أذبح سبعة ثمانية ستة أربعة هذا كل شارع لدينا هذا عملنا والحمد لله رب العالمين شكرا جزيلا بنتيجة حب لي أخيك ما تحب لي نفسك الحمد لله بالعالمين شكرا جزيلا لجناب السيد فاضل الحسيني المسؤول ومدير مؤسسة الإمام السجادة الخيرية لتزوج الشباب ورعاية الأيتام في كربلان المقدسة شكرا جزيلا لإنضمامك معنا ونتمنى لكم دوام التوفيق في هذا المسعى الطيب في هذه الخدمة إن شاء الله شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا الله يحب نبقى وإياكم مشاهدين الأحبة الكرام ونتواصل معكم في هذه الحلقة ضمن برنامج إنما المواساة عمل ودعوني أواصل الحوار مع ضيفي الكريم الأستاذ سيف الدين محمد مدير العلاقات العامة لمؤسسة العين للرعاية الاجتماعية أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى سيف ونواصل هذا الحوار في هذه المناسبة وفي هذه الذكرى الإليمة نتحدث عن هذا النموذج المهم نموذج مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية قبل قليل كنا نتحدث عن الصدقة الجارية وما تتضمنه من أنشطة وفعاليات مهمة في هذا الباب اللي هو أحد الأبواب التي تعمل عليها المؤسسة وأعتقد كان هناك أبواب أخرى لم نتطرق لها صح أكيد طبعا لا بأس بأن نتواصل في الحديث عن هذه الأبواب في الوقت المتبقي من حلقة هذا إن شاء الله طبعا بعض الأمور المهمة سامر تضاء هذه هم فرصة حقيقة من خلال قناة كربلاء الفضائية ومن خلال جنابكم الكريم أيضا تصل إلى المشاهدين ونحن طبعا على مواقع تواصلنا أكيد موصليها طبعا المؤسسة مسجلة رسميا في عام 2006 بدائرة منظمات غير حكومية لأن تعرفون إحنا أيضا توجيه سماحة السيد السستاني الله يحفظه ومكتب سماحة السيد بأنه بأي مكان بأي منطقة وأي محافظة وأي دولة أخرى العين من تقدم على فتح مكتب كون تأخذ الموافقات القانونية الرسمية الرسمية بعدها يتم افتتاح المكتب للعين أدت مكاتب في العراق ما يقارب 28 فراء رئيسي بمراكز المحافظات إضافة إلى 91 مكتب بالأقضية والنواحي أيضا موجودة هذا المكاتب و 158 موقع بالأماكن التجارية بالأماكن الدينية أيضا حس أهمية هذه المكاتب والمواقع أيضا لسهول وصول العوائل أيضا للتسجيل من خلال مكاتبنا بالأقضية والنواحي تعرفون ببعض المحافظات القضاء يكون مسافة بعيدة جدا عن المراكز فأحنا عمدنا إلى فتح هذا المكتب لسهولة وصول العوائل أيضا للتسجيل بالمؤسسة إضافة إلى ما يقارب 23 فرأ بالدول الأوروبية بعد أن حصلنا سنة 2016 على الصفة الاستشارية بالدرجة الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمنظمة الأمم المتحدة وأصبحت المؤسسة عظم استشار بالمجلس الاقتصادي بادرت وعملت المؤسسة على فتح المكاتب بالدول الأوروبية ما يقارب 23 مكتب أيضا مهمة هذا المكاتب هو الترويج عن نشاطات المؤسسة لكفالة أبناء العراق وفي عام 2011 أيضا حصلنا على صفة النفع العام كون المؤسسة غير ربحية وذات نفع عام هذه الأمور القانونية والوثاقة اللي جدا ضرورية سنة 2017 تعرفون إحنا اليوم المؤسسة من أتواكب هذه الحداثة وهذا التطور الموجود بالبلد كون إحنا نقدم الخدمات اللي تناسب الذوق العام واللي تناسب الحداثة الموجودة سنة 2017 أيضا عملت المؤسسة على مبدأ التنزيل من الدخل الضريبي وهذا قانون من سنة يعني السماع القارب الأربعة وثمانين أو ستة وثمانين ما يحضرن بالمضبوط هذا لم يفعل هذا القانون موجود بالدستور العراقي التنزيل من الدخل الضريبي التبرعات للمنظمات العين عملت على هذا والمؤسسة الأولى والوحيدة بالعراق تعمل على جانب بأنه جميع التبرعات اللي تدخل لمؤسسة العين تكون من ضمن السماحات الضريبية للمتبرع فأيضا ممكن أن يستفاد من عدها المتبرع من خلال هذه التبرعات هذا بالنسبة للأمور القانونية أيضا عملت المؤسسة على جانب آخر أنه جانب بأنه تدخل على كل الأزمات اللي تدخل بها البلاد أيضا بتوجيه سماحة سيد ذكرته وشفنا لاحظنا بالتقرير قبل قليل بأن المؤسسة عملت على جانب إغاثة النازحين جراء تنظيم داعش ودخول تنظيم داعش وتوفير جانب الصحي وتوفير السلة الغذائية وتوفير أيضا بعض المجمعات السكنية الجاهزة السريعة البناء أثناء طبعا التهجير اللي يصار إضافة إلى ذلك بعد أن صارت أزمة جائحة كورونا توجيه آخر من سماحة السيد بسبب أنه نفاذ الأوكسجين بالمستشفيات ونفاذ الخدمات الصحية بسبب الأزمة اللي حثت بالبلاد دخلت العين وبخطة سريعة جدا بالتنسيق مع طباء خارج العراق باستيراد أجهزة الإنعاش الرأوي وتوزيح على المستشفيات العراقية ما يقارب 77 مستشفى بالعراق تم تزويدهم بأجهزة الإنعاش الرأوي ولله الحم طبعا الإحصائية موجودة بمؤسسة العين الرأية الاجتماعية بالتنسيق مع كل المستشفيات ببغداد وباقي المحافظات الأخرى إضافة إلى ذلك المؤسسة تعمل على جانب التطور التقني والتكنولوجي حقيقة اليوم عندما نرى عجلة التطور تتقدم بالبلاد يكون المؤسسة أيضا تواكب هذا التطور الصدقة صارت مؤانية اليوم حقيقة انتظر مثلا شخص أنطيلة أو مثلا صندوق موجود صندوق هذا معروف بكل المحافظات العراقية صندوق الخاص بالمؤسسة اليوم أنا باستطاعتي أنا بالسيارة أنا طالع بطريق مشي الصدقة الإلكترونية مباشرة أيضا مذكورة بمباركة ومأذونية سماحة السيدة الصدقة الإلكترونية تحويل الإلكتروني بطريقة الماستر والفيزا والزين كاش وغير هذه التفاصيل الأخرى لا تطبيق خاص أو جاءتموه للمؤسسة ممكن من خلال يتم هذا التطبيق موجود التطبيق الخاص بالمؤسسة والتطبيق الكفلاء لكن من خلال التطبيق الشركات الأخرى التي نتعاون معهم من خلال التبرعات والكيكار وهذه التبرعات التي تصير فواكبة هذا التطور إضافة إلى أنه زيادة ثقة المتبرع بالمؤسسة اليوم حقيقة نلاحظ نسمع ردود الأفعال خاصة نحن الجانب الإعلامي والعلاقات جنابكم تعرفون بعد نسمع ردود أفعال الناس من خلال مواقع التواصل لله الحمد المؤسسة أصبحت مصدر ثقة قد المجتمع العراقي الحمد لله اليوم الأموال الموضوعة بمؤسسة العين أنا مطمئن أضاحة بمؤسسة العين سأعرف تروح لمستحقية فأني هذه الأموال الموضوع أنا أبرد ذنتي بعد بهذه الأموال طبعا هذا كلها راجع أكيد للإدارة الموجودة المؤسسة لرئاسة المؤسسة الدور اللي عملته على متابعة هذه الأموال على متابعة التطور الموجود ولله الحمد العمل جاري بالمؤسسة بشهر رمضان أنا شوي جوز أنا هي تفاصيل كثيرة جدا تفاصيل كثيرة لذلك أنتقل من ما تبقى بالوقت من البرامج الثابتة إلى البرامج الخاصة أو الوقتية التي تطلق كمبادرات أو تطلق كمشاريع على مستوى شهر رمضان أو غيرها من المبادرات الأخرى شاهدنا أيضا قبل فترة على الجانب الصحي كانت تكون مبادرة شفاء ورحمة مستمرة نعم هذه المبادرة مستمرة كانت خلال وقت محدد وتنتهي وهناك أيضا الكثير من المبادرات الأخرى على مستوى شهر رمضان المبارك وغيرها من المبادرات فلا بأس بأن أتحدث على هذه البرامج التي ليست كالبرامج الثابتة كما ذكرتم قبل قليل فلا بأس بأن أتعرف على هذه المبادرات خدمتكم إن شاء الله أنا بس أريد أن أعرضي على فد نقطة سيد مرتضى قبل ما ندخل بنشاطاتنا بشهر رمضان العين تعمل على نقطة جدا مهمة هي رعاية المتفوقين دراسيا وتخريج قادة للمستقبل إن شاء الله المشمولين ضمن الرعاية المشمولين ضمن الرعاية طبعا ذكرنا إحنا أنا أذكر فتح حالة من الحالات اللي صارت بالمؤسسة اللي هي موجودة حاليا هذه طبعا حالة من حالات كثيرة جدا بأنه اليوم أحد الحالات أنا أذكر سنة 2000 2019 تخرجت يتيمة محتضنة بالمؤسسة طبعا ما نتكر الاسم الحفاظ على خصوصيتهم تخرجت من المؤسسة كانت هي محتضنة بالمؤسسة تخرجت دخلتها بأسنان استمرت المؤسسة وياها الكفيل استمر بدفع المبالغ الكفالة بتوفير كل المستلزمات طبعا إضافة إلى ذلك بعض اليتامة بجامعات أهلية كون مؤسسة تتكفل بهذا المبالغ مبالغ الإقتصاد السنوي فاستمرت المؤسسة برعايتها بتقديم الخدمات لهذه الحالة تخرجت دخلت طبعا سنان تخرجت من طبعا سنان تعينت بوظيفة حكومية بعد أن تعينت بهذه الوظيفة ورافت رأى زارة المؤسسة قالت أنا أريد أطوع أريد أصير متطوع بالمركز الصحي لتقديم الخدمات بجانب الأسنان جانب عيادة الأسنان وغيرها ورافت رأى من الزمن قالت أريد أكفل يتيم هي هذه الحالة المحتضنة قالت أريد أكفل يتيم فهذا مبدأ التكافل اللي تعمل علي المؤسسة بأنه اليوم آني من هذا اليتيم المحتضن أنا أسوي قائد أسوي هو اللي راح يكفل عائلته وهو ممكن أن يكفل يتيم آخر فمبدأ التكافل الاجتماعي يتفعل بهذه الطريقة قصة نزاح من بين المئات أكيد طبعا هذه حالة أنا أذكر من حالات عديدة أما في شهر رمضان المبارك شهر رمضان أدنى أساس حملاتنا الخاصة بشهر رمضان هي حملات صدقة جارية أكثر من سنة سنوات السابقة سنوات الماضية عملنا على أطلاق حملة لإنشاء مشروع حكايتي بنجف الأشرف هذا حكايتي المشروع الأول من نوعب العراق والثالث على مستوى الشرق العرب بحد ذاته يحتاج لحلقة كاملة هذا حلقة كاملة حقيقة مشروع حكايتي لأنه هو التأهيل قادة إن شاء الله للمستقبل وبدأنا العمل إن شاء الله به هذا نخليه على الحلقات القادة إن شاء الله إذا سمحت الفرص بعدها بالحملات الأخرى ذكرنا إحنا الأنجم الزاهرة مباني الأنجم الزاهرة أيضاً كانت بشهر رمضان شهر رمضان المبارك اللي إحنا حالياً به أطلقت المؤسسة حملة شفاء ورحمة توجيه سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسين الساني دام الله ظل له المبارك والمأذونية الأخيرة كانت شمول الأطفال الفقراء إذا جنابكم تقرون بمأذونيته شمول الأطفال الفقراء بالجانب الصحي بالجانب الصحي بدت المؤسسة تعمل علي بـ 10-10-2023 اللي هو مركز التأمين الصحي طبعاً إحنا الجانب الصحي مشتغلين عليهم من سابق لكن علاج الأطفال الفقراء المصابين بالأمراض السرطانية تحت عنوان مركز التأمين الصحي هذا المركز 10-10-2023 أطلقنا بدنا بتشخيص الحالات ومتابعة الحالات من أطلاقها إلى هذا اليوم ما يقارب أكثر من 250 حالة البعض منها تم تسفيرها للخارج وإجراء العمليات تعرفون هذا الجانب جداً مهم الجانب الأمراض السرطانية الله يشفيكم الشر يستنزف العائلة نفسياً ومادياً فهنا نكون العائلة تحتاج إلى دعم العائلة تحتاج إلى مساندة فأجي توجيه سماحة المرجع العلابي أن تدخل المؤسسة لإغاثة العوائل بهذا الجانب ولله الحمد أطلقنا حملتنا لشهر رمضان بدت من 15 شهر شعبان تستمر إلى نهاية شهر رمضان حملة شفاء ورحمة هذه الحملة إن شاء الله رح توفر المبالغ المالية لعلاج الأطفال المصابين بالأمراض السرطانية إضافة إلى إنشاء مركز تأمين صحي متكامل ويقوم هذا المركز بتشخيص الحالة وتحويلها إلى المستشفيات الأخرى لأدنى تنسيق وياهم طيب يعني خلال هذه الفترة فقط بالإمكان العوائل أو الأطفال المصابين التسجيل في هذه المبادرة في سبيل الشمول بهذه الخدمات أم هي هذه الفترة فقط لإحتضان الموجودين المسجلين لديكم أم كيف تكون الآلي هذه الفترة فترة من 15 شهر شعبان إلى نهاية شهر رمضان هذا لجمع مبالغ لإنشاء مركز تأمين صحي أحسنتم كذلك لجمع مبالغ لتأمين وتوفير مبالغ مالية لعلاج الحالات أما هي كمركز مفتوح لإستقبال الحالات خب مفتوح لإستقبال الحالات الموجودة طبعا الفقراء واليتامة ببداية عمل التأمين الصحي بشهر العاشر كان السن الحد الأعلى هو 15 سنة ارتفع حس المعدل للعمر صارت 18 سنة وبالمستقبل إن شاء الله بعد أن نشوف العمل الخاص بمركز تأمين الصحي إن شاء الله يرتفع معدل للعمر بالنتيجة هذه الخدمة متاحة ليست فقط للأيتام وأن العوائل الفقيرة المتعففة بالإمكان التسجيل بشكل مباشر من خلال فروع ومكاتب مؤسسة العين في المحافظات في حال كانت لديهم أي تشخيص من هذا النوع يصير عندهم تسجيل مباشر بزيارة مقاراتنا أو فروعنا المؤسسة ويتم الشمونهم مباشرة مباشرة لأن تعرفون أن أستاذ مرتضى هذا الجانب الخلاج وتوفير أو تشخيص الحالة اليوم الحقيقة مثلا يكلف مبالغ طائلة يعني مثلا جهاز البيتسكان أريد أن يشخصون الأورام مثلا هذا مبالغ يعني أقل شفة 500 دولار العوائل خلو بتعرفون أنتو إضافة إلى أنه الحجز المبكر لهذا الجهاز يعني أنا شو وقت يوصلني سرة مثلا بهذا الجهاز إذا أريد بجانب المستشفيات الحكومية لذلك المؤسسة عملت على هذا الجانب إن شاء الله راح توفر كل هذه الخدمات للأطفال المصابين بهذه الأمراض حقيقة يعني خدمات كبيرة ومهمة أستاذ سيف تقدم في مختلف الجوانب وإذا ما أردنا أن نتحدث عن يعني عن كل خدمة من هذه الخدمات بشكل مفصل نحتاج إلى يعني وقت كبير وطويل لتعرف على نوعية وتفاصيل تفاصيل هذه الخدمات فنتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق أستاذ سيف في كل ما يقدم في هذه المؤسسة المهمة المعطاء مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية وكما ذكرت هي اليوم واحدة من البوابات الرئيسية للمجتمع في سبيل أن يقدموا المساهمة من خلالها وأيضا بنفس الوقت هي داعمة للفئات الأخرى من المجتمع وساندة للفئات الأخرى من المجتمع المشمولين ضمن هذه الخدمات المقدمة في هذه المؤسسة هذا يعني الوقت لربما هو فقط للإشارة عن هذه التفاصيل ونبين نوعية العمل المقدم وأهميته وحجمه ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي وإياكم أستاذ سيف في حلقات قادمة للتعرف على تفاصيل أكثر دقة وننقل أيضا للمشاهد الكريم لربما نوعية الخدمات من خلال زيارات ميدانية لطبيعة هذه المشاريع فوافر شكرا لكم ضيفي الكريم الأستاذ سيف الدين محمد مدير العلاقات العامة لمؤسسة العين للرعاية الاجتماعية شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به ونتمنى لكم داوم التوفير الله يحفظكم سامر تظهر شكرا أيضا لكم للأخوة الكادر لإدارة القناة على إتاحة هذه الفرصة لنقل ما موجود في مؤسسة العين والحقيقة مثل ما ذكرته الكثير من التفاصيل لكن يوم استطاعنا أن نشير بعض الإشارات كروس أسطر لبعض الخدمات التي يتقدمها المؤسسة فشكرا لكم ولكل الأخوة العامة شكرا لحضرتك الله يحفظكم إذن أيها الأحبة الكرام مشاهدين وافر الشكر للمتنان أيضا لكم لهذه المتابعة وهذه المرافقة لبرنامج إنما المواسسات عمل كنا وإياكم اليوم في الحديث عن واحدة من أهم هذه المؤسسات الخيرية وهي مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية وأهمية هذه المؤسسة على مستوى العراق في دعم الفئات المستضعفة من الأيتام والعوائل المتعففة وغيرها من الفئات الأخرى التي هي بحاجة إلى الدعم فشكرا جزيلا لهذه المؤسسة ولمثيلاتها حقيقة من المؤسسات الأخرى التي تعمل على هذا الخطوة على هذا النهج نهج الإمام المعصوم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في إغاثة ودعم المحتاجين والفقراء وتوفير ما يمكن توفير لهم وأيضا نحن على المستوى الشخصي الفردي بالإمكان أن نساهم في تقديم هذه الخدمات لا نستهين ولا نستصغر ما يمكن أن نقوم به فكل مساهمة هي مهمة وسيكون لها الأثر الكبير والبالغ في صناعة المجتمع ودعم المجتمع فهذه هي دعوة في هذا البرنامج برنامج إنما المؤسسات عمل لنا جميعا بتقديم ما يمكن تقديمه من مساهمة في هذه المؤسسات وغيرها وممكن أن نساهم مباشرة في دعم المحتاجين في سبيل أن نحي هذه الذكرى وأيضا نحي هذا الخط المهم خط نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيتها الكرام في إصلاح هذه الأمة وإصلاح المجتمع بكل ما يمكن أن نقدمه فوافر الشكر الجزيل لكم مشاهدين الأحبة الكرام و لضيوفي الكرام الأستاذ سيف الدين محمد مدير العلاقات العامة في مؤسسة العين للرعاية الاجتماعية و كذلك من كان معنا أيضا السيد فاضل الحسيني عن مؤسسة السجاد الخيرية لتزوج الشباب و رعاية الأيتام في كربلاء المقدسة نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة إلى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته شكرا لزيلا شكرا لزيلا